اشتركوا في القناة الحضارة والتخلف بين المدنية والبدائية بين الهمجية والعقلانية انه سراع بين الحرية والقمع بين الديمقراطية والديكتورية انه سراع بين حقوق الانسان واغتصاب تلك الحقوق من طرف اخر انه سراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالانسان ما نراه ليس سراعا بين الحضارات الحضارات لا تتصارع الحضارات تتنافس يعني نفهم من كلامك ان ما يحدث الان هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين نعم هذا ما اقصده من الذي اطلق فكرة صراع الحضارات اليس سامويل هانتونتون واجاء ليس بن لاذن كما يقولون اريد ان ندخل في الموضوع لو تكرمت المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات عندما قال نبي الاسلام امرت ان اقافل الناس حتى يؤمن بالله ورسوله عندما قسم المسلمون الناس الى مسلم وغير مسلم ودعوا الى قتال الاخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون هم اثاروا هذا الصراع هم بدأوا تلك الحرب وعليهم كان يوقف هذا تلك الحرب ان يعيدوا النظر في الكتب الاسلامية والمناهج التدريسية التي بين ايديهم والمملوء بالدعوة الى التكثير والى القتال الكافرين يقول انه لا يثب عقائد الاخرين اي حضارة في الارض اي حضارة في الارض تجيز له ان يوصم بشرا بالقاب لم يختاروها لانفسهم مرة نطلق عليهم اهل البيت اهل الزم ومر يطلق عليهم اهل الكتاب ومر يشبههم بالقرد والخنازير ومر بالنصارى والمغضوب عليهم من قال لكم بانهم اهل كتاب هم ليسوا اهل كتاب هم اهل كتب كل الكتب العلمية الوفيدة التي بين ايديكم هي كتبهم وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق باي حق تشبههم بالمغضوب عليهم والضالين وتأتي الان لتقول ان عقيدتك امرتك بان لا تسبع عقائد الاخرين يا اخي امن بالحجر ولكن اياك ان تضربني بها انت حر في ان تعبد من تشاء ولكن لا علاقة لك بعقائد الاخرين سواء امنوا بان المسيح هو الله ابن مريم او ان الشيطان هو الله ابن مريم اتركوا الناس في عقائدهم اليهود خرجوا من مأساة فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بارهابهم بعمليهم لا بزعيقهم البشرية مدينة بمعظم اكتشافات وعلوم القرن التاسع عشر والقرن العشرين لعلماء اليهود خمسة عشر مليون مشرد في العالم جمعوا شملهم ووصلوا الى حقوقهم بالعمل والعلم لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم الماني لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسة لم نرى يهوديا واحد يهفج على ذلك بقتل الناس حول المسلمين ثلاثة كما سيل للإله بوزة الى حقام لم نرى بوزيا واحدا يحرق مسجدا او يقتل مسلما او يحرق سفارة ولكن وحدهم المسلمين يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات هذه طريقة لن تؤدي بهم الى نتيجة على المسلمين ان يسألوا انفسهم ماذا يستطيعون ان يقدموا للبشرية قبل ان يطالبوا تلك البشرية باحترامه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة